وإحنا بقى بنعمل سكرول على السوشيال ميديا لفت انتباهنا مجموعة كبيرة من صور الفنانين في فترة التمانينات والتسعين لكن لما دقنا كده في الصور اكتشفنا أن صور الفنانين دي متوظفة ومتصاممة على أفيشات أفلامهم لكن على طريقة أفيشات الأفلام العالمية لما فتشنا برضو عن صاحب التصميمات دي اكتشفنا أنه هو راجل فنان ولكن وظيفته أنه هو مهندس برماجيات يعني فنان بدرجة مهندس الفنان ده هو المهندس مصطفى مطر اللي مشرفنا دلوقتي عبر تطبيق زوم علشان نتعرف منه عن الدوافع وعن الحاجات اللي خليته يصمم هذه الأفيشات ويمتعنا بهذه الأشكال الجميلة صباح الخير يا باش مهندس ومن وره صباح الخير يا مصر صباح نوري فندم أهلا وسهلا بسعادتك أهلا بيك أهلا بيك يا باش مهندس لما نيجي نقول إن احنا تفرجنا على الأفيشات وشفناها إيه اللي خليك بقى تعيد تطوير إنك تصمم الأفيشات دي للأفلام دي من أوله جديد طيب أنا يا فندم أولا متشاكل بالمقدمة الجميلة أنا فعلا أنا مهندس برماجيات وحاليا أنا مدير إدارة استراتيجيات التحول الرقمي في أحد الشركات العالمية فما ليش علاقة تماما بالدزاين هو مجرد هواية عادة أنا دايما بخلي عندي زي مشروع صغير كده بقعد أشتغل عليه طول الوقت ده الهواية بتاعتي اللي بخرج فيها الطاقة بتاعتي يعني فمن فترة لاحظت إنه الناس اللي عندي على النتورك الأجانب بدأوا يهتموا شوية بالأفلام بتاعتنا بالأخص لما بدأت تظهر الشبكات على الإنترنت بس ما يعرفوش حاجة عنها وما فيش حاجة مكتوبة قناق دعو حاجة تعبر عن الفيلم نفسه فالناس محتاجة تتفرج ومن ناحية تانية الجيل الصغير جيل ابني أنا 17-18 سنة ما يعرفوش حاجة برضو عن أفلامنا القديمة الجميلة داي فأنا كنت بدأت في مشروع قبل داي علاقة برضو بالماضي إن أنا خدت الناس من الماضي حطتهم في الحاضر الفنانين برضو الكبار بعدين وقفتوا قلت لأ طب ما أنا أبتدي أعمل البوسترات الأفلام القديمة للأجيال اللي ما تعرفش وللأجانب في نفس الوقت فطلعت بعض الأفكار اللي موجودة عندوك دلوقتي أنت يعني خليت الحتى القديم والجديد يعني ما يعني شايف محمود المليجي ذالاند الأرض وعملوا بشكل عشرين ثلاثة وعشرين طب ده بقى لقيت رد فعل شكل فتشوريستيك شوية رد فعل الجانب اللي عندك على الصفحة كان عامل إزاي والله الناس بدأت تسألني على الأفلام بدأت كل أحد طبعاً ما عنك كمية كبيرة لسه التصميم بيأخذ وقت طويل فالمجموعة اللي عند ساعتك دي أنا بتسئل عليها كل يوم سواء من زي ما بقوله ساعتك الناس الصغيرة لأجانب الصغيرة أو الأجانب اللي يعرفوني بدأوا يسألوني فهنا عن الأفلام دي تابو ريفيو تاب اي رأيك أخش أتفرج على ده ولا ده خلاص فببتدي دي ريكومنديشنز على حسب كل شخص واهتماماته يعني طيب اختيارك للأفلام في حد ذاتها ده بقى حسب اهتماماتك أنت يا باشوهندس يعني أنا شايفة تنويع من الأفلام قديم وجديد وكلهم مش وغدين نفس الخط فانت اختارت على الأساس اي دي أفلامك المفضلة؟ أكيد أكيد أفلام مفضلة وأفلام اللي برضو أنا بعتبرها الطوب في أولا شفتها في في التلفزيون في القناة الأولى والتانية زمان فدي أكتر أفلام أنا حافظها حرفيا يعني حافظ الأفلام وعرفها وقدر أكتب عنها كمان فكنت بعبر عن الفيلم بالبوستر وده الحاجة اللي يمكن اللي تنقصنا شوية هنا إنه البوستر إزاي يبتدي يعبر عن الفيلم من غير ما يحكي القصة بس يشد الناس إنها تقول الله أنا عايز أتفرج هو الليه المحامي ده لابس كده في حاجة أكيد ورا الفكرة دي أو ليه الراجل ده واقف حزين والأرض في ظهره تماما أكيد في حاجة ورا الفكرة فهي دي كانت الأفكار كلها اللي نبعها من ورا تصميمات البوسترات نفسها طب تقول إيه اللي بياخدوا بوسترات أجنبية وبيمصروها وشوفنا الظاهرة دي كتير جدا يعني إحنا لو عندنا ناس زيك بتقدر تصمم البوستر ليه إحنا ناخد كوبي بيست؟ بس عاتك أنا الموضوع ده لاحسته جدا ممكن برضا عشان هابتفرج على أفلام أجنب كتير وغاوي يعني سنبا بالرغم إن إحنا عندنا أفكار رائعة أنا معتقدش طبعا المصممين أقوية جدا في مصر ممكن تكون دي ما عرفش إيه أسبابها يعني اختيارات فنية من أشخاص معينين بس ده خطأ رهيب طبعا لأنه أنت أنت نهاردة حكا بتمسح الهوية مش 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 شكل ده ده كوبي بيست؟ لأن أنا ما بالزبط أنت تمسح الهوية بتاعتك بتمسح هوية الفيلم لأنه نهاردة الفيلم ده لما يطلع نحاول نطلعه ويتفرج الناس علي بره أول حاجة هتشوفها تخيل ساعتك نشوف فيلم هندي مثلا بنفس البوستر بتاع فيلم الأرض النهاردة ما هنقول أكيد الناس دي عمل حاجة واشية لأنهم أكيد مقلديننا واغتسارئنا في البوستر طب ليه يعني بالرغم أنت مكلفه والنهاردة الإنتاج أقوى بكثير من زمان يعني أنا ممكن حاولت أستخدم الزكاة الإصطناعية كثير في أن أنا نقح الصور وظبطها عشان الإنتاج زمان كان مظلوم شوية النهاردة الإنتاج أقوى بكثير وأنت تقدر تطلع بره أسهل بكثير والبوستر أول حاجة بتنتشر أونلاين بتنتشر تنتشر على الشبكات بتاعت الأفلام فما أعتقدش يعني أنا بصراحة شايف أنه ده حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا هو البوستر للفيلم وفكرة أنه نسترقه دي فكرة سهيئة جدا جدا للفيلم ولينا كبلد يعني كل فيلم بتعمله بوستر واحد بس يعني بعد لما بتبقى تفاركت على الفيلم كتير قوي جدا بيبقى مسيطر عليك فكرة واحدة بس للبوستر ولا لأ فكرة واثنين وتلاتة كل مرة تفاركت عليها أكتر من فكرة بس اللي بعرضه للناس غالبا بتبقى فكرة واحدة أنا منقيها يعني أنا عادة بعمل الفيلم أكتر من فكرة من زوايا اللي أنا شفتها وأنا برضو مش أحسن حد شاف الفيلم قوي يقدر يمعليل ربيوه بس بشوف الحاجة تقريبا اللي ممكن معظم الناس تفهمها أو تفهم مضمونها تفهم من عايزة أقول إيه من وراء البوستر وهو ده اللي بختاره عشان كبير هو بياخد وقت طويل أنا بقعد سكيتش الأول على وراء وأقول إيه الفكرة أنا عايزة أوصل لهم إيه من مضمون الفيلم نفسه وأبتدي أعمل أكتر من تصميم وعلى حسب الكواليتي كمان اللي بتطلع في الآخر من التصميم واحد فأطلعه وعلى فكرة الموضوع ابتدى كله على النتورك اللي عندي بس أنا ما كنتش قصت خالص من الموضوع يجو بايرل خالص يعني هي معظم الأفكار العظيمة الأصدقاء فقط يعني ومعظم الأفكار العظيمة بتبقى صدفة كده طيب أنت بتستخدم فوتو شوب ولا بتستخدم برامج تاني عنك؟ لا أنا بأستخدم كومبينيشن بأستخدم طبعا فوتو شوب والنهاردة فوتو شوب بقى فيه فوتو شوب فاير فلاي اللي هو داخل فيه الإرتيفشل إنتليجنس تمام وبأستخدم حاجة اسمها ميت جيرني ميت جيرني ده أبليكيشن بتاعة الإرتيفشل إنتليجنس بحكم أن أنا راجل أساسا يعني ده شغلي جزء كبير من شغلي اللي هي علاقة بالإرتيفشل إنتليجنس فقلت أستخدمه كمان في الحاجة اللي بحبها يعني فده بيساعد جدا النهاردة وبساعد المصممين كمان إنه يعني يديهم مساحة أكبر لإجراءة هم ميت جيرني أصلا يعني عاملش مثل شات جي بي تي كده بس في الصور انت بتقول له أنا عايز صور توم كروز خمس نسخ أو عايز صور ترامب وهو مش عايز الصور اللي انتشرت هي نفس الكلام طالع من ميت جيرني صح كده لو أنا غلطان صحح لي لو أنا غلطان بالضبط بس 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 النهاردة ميت جيرني ما بيدي لكش المساحة للكستوميزيشن ودي أهم حاجة أنا عشان كده ما بيستخدمش ميت جيرني غير لو عايز أعمل سين معين مثلا مش موجود في الحقيقة عايز أعمل خلفية مش موجودة في الحقيقة فكريتها على ميت جيرني إنما هو مش عارف يجيب أحمد زاكي بالملامح بتاعته مش عارف يجيب محمود المليجي بالملامح بتاعته ده لازم أنا أركبه على السين وابتدي أزبط الإضاءات بتاعته وزبط الأجو العام وأشيل أبجيكس وده الأدوب الفاير فلاي النهاردة بيديهوني إن أنا حتى لو حاجة معمولة بالميت جيرني أقدر أشيلها خالص وأركب مكانها حاجات تانية عشان تدي الأتموسفير العام زي مثلا في الفيلم بتاع الأفوكاتو الحاجات اللي كانت محتوطة على الرملة إزاي بقى في محكمة موجودة على الرملة ده كله ما كانش في ميت جيرني ده كان كله أدوب فوتوشوب وبتفنش بالفوتوشوب انتبقى لازم الفوتوشوب الفوتوشوب اللي هيستغن عنه مش هيش بقى ديزاينر يعني بصراحة هو ده التول أقوى تول للدزاينر أول بوستر أصعب بوستر وأحب بوستر أول بوستر كان أمير الدهاء وكنت أعب أتفرج على الفيلم ومن هنا جات الفكرة أنه الفيلم ده يعني بالإنتاج بتاعه بالتكني كالر إزاي ما راحش ربرة في يوم من الأيام أصعب بوستر الإمبراطور يمكن عشان ما كنتش عارف هعمل اي فاحمد زاكي في الإمبراطور أحب بوستر البيضاء والحاجة معانا الإمبراطور قديني شايفينه على الهوى فعلا مختلف وشموخ كده في القاعدة ما لوجدت فاضل انت واخد روح ده فال هذا الراجل ده بقى معفله كثيرة وهو بقى الإمبراطور بتاع الإندستري الحاجة دي ايه هي؟ يعني مش عايزة اقول هي ايه؟ بس هو قاعد على عرش بتاع حاجة بس اخدت وقت طويل طبعا ما بين ان انا عامله راجل بسلاح ومجرم ما بين ان انا عامله اه حد بتاع جانج عصابة وهو اه يعني عاد تشتغل عليه كتير عشان اوصل لدي طب عايز تروح فين بالقصة دي؟ عايز اعمل مكتبة كاملة عندي لكل الافلام او على الاقل طب 100 او المية الطب بتوع مصر تكون الافلام دي موجود لها بوسترات واتمنى انها تستخدم انا مش معديش مشكلة خالص ان الناس تاخدها بتتحط في الشبكات اللي على الانترنت ان هي دي تبقى البوسترات تلوقتي اللي اتعبر عننا عشان الناس برا تيتي تشوف اكتر افلامنا وتشوف تسمع عننا اكتر بس والناس تبقى البوستراتي يعني هي دي الحاجة اللي نفس فيها كلنا مبسوطين كل الشكر والتأدير فنان عزيز شكر لك باشوانس والله حاجة شكل جميل قوي قوي شكرا سعر ونتمنى نشوف حاجات يعني اجمل وعلى السوشيال ميديا كل يوم بهيرنا كده بالجديد شكرا لي شكرا وانس البرمجيات مصطفى مطر واو الديزاينر شكرا جزيلا لي